يقدر وفد بلادي الجهود التي بذلتها الدول المقدمة للقرار وخاصة كندا في سبيل إعداد هذه المسودة كما نقدر حسن النوايا الذي صاحب مسيرة المشاورات حول هذا القرار إلا أننا وبكل أسف نجد أن المحصلة النهائية للقرار لم ترتقي إلى مستوى معاناة الشعب السوري ولم تميز بما فيه الكفاية بين الجلاد والضحية ولم توضح بجلاء مسؤولية السلطات السورية وحلفائها عما يرتكبونه من جرائم بما في ذلك القصف الجوي للمناطق السكنية والمدنيين العزل والحصار والتجويع واستخدام الأسلحة الكيميائية وتشريد الملايين من الناس يستوجب علينا ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم الذي تهدده وما زالت تهدده العمليات العسكرية التي تشنها السلطات السورية وحلفاؤها وبناء على ذلك وبالرغم مما لدينا من تحفظات على القرار إلا أن وفد بلادي سوف يصوت بالموافقة على هذا القرار وسنبحث في أقرب وقت ممكن مع كل الأصدقاء كيفية تلافي أوجه النقص والضعف فيه ترجمة نانسي قنقر